ازايكم عامليين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت لكم بقى النهاردة في فيديو جديد وهنكمل كده مع بعض افكار التجديدات اللي احنا بنعملها طبعا انتوا عارفين ان انا حابة كده ان انا جدد عندي في الريسيبشن شوية وزي ما انتوا عارفين قلتلكوا كده ان التجديد هيكون من غير اي تكاليف خالص ما استخدمتش يعتبر خيط صوف كده لونه برتقاني وبدأت ان انا عمل بيه الفيديو اللي فات عملنا مع بعض كده كفرات للكوشنز كان شكلها حلوة قوي هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب برضو ان هو يشوف الفيديو ده كمان بقى النهاردة هنعمل ديكورين كده سهلين ويعني بحاجات كده عندنا هنعمل مع بعض بقى النهاردة ديكورين كده بطريقة سهلة وبسيطة كان باقي بصراحة معايا شوية كده من الخيوط اللي هي اللونها الورنج فحبيت برضو ان انا استخدمها كده ونعمل بيها ديكورات مع بعض بصه اول حاجة بقى استخدمت كرتونة كده وقصتها على شكل دايرة وكمان كده قطعة القماش اللي هي كات موجودة عند اللي احنا عملنا منها الفيديو اللي فات برضو المفارش كده بتاعت الترابيزة وبتاعت الراف اللي هو تحت الشاشة كان باقي برضو منها اجزاء كده فحبيت برضو ان انا استخدمه بدات كده الاول ان انا قصصت الكارتون على شكل الدايرة وبعدين هبدأ ان انا لزق كده عليها القماشة اللي هي موجودة معايا دي. الصيت برضو كده دايرة زيها بس مش مزبوطة قوي علشان بقيت بقى القماش اللي موجود معايا. ابدأ ان انا اتنيه برضو على الكارتونة معايا من وار. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا استخدم مسدس الشم. وبعدين هلزق كده كل الاطراف اللي هي موجودة معايا من القطعة القماش. هلزقها كده على الكارتونة من وار. ده خلاص بقى شكلها يعتبر واي زيادة برضو موجودة معايا هبدأ ان انا قصها. اه تاني خطوة بقى معايا كان عندي اللي هو الشريط اللي انتم شايفينه ده. هو شريط كده زي دانتيل كده لونه دهبي. فحسيت كده ان لونه برضو هيكون كويس مع قطعة القماش اللي احنا مستخدمين ها. وهيدي برضو شكل كويس. فهبدأ كده ان انا قصه برضو على قد الجزء بس اللي موجود معايا فوق. وهبدأ برضو ان ده نلزقه كده من كل الاطراف بتاعته على قطعة الكارتون اللي هي موجودة معايا. زي ما انتم شايفين بقى دي كده الاجزاء الصغيرة اللي هي موجودة معايا من الخيط. هبدأ بقى ان انا نكتب بيها اي كلمة بقى انتم عاوزينها. انا بحبيت طبعا ان انا ايه اكتب كلمة كده حسيت انها هيكون شكلها حلو. فهبدأ كده استخدم الخيوط الصغيرة اللي هي موجودة معايا دي. وهبدأ ان انا اكتب بيها كده شوية. طبعا خطي ما كانش حلو خالص بصراحة. كنت حب برضو ان انا استخدم ورقة كده وابدأ ان انا حطها عليها وامشي بصراحة على الخطوط. بس الموضوع ده ما انتفعش معايا خالص لان القطعة القماش اللي هي موجودة معايا. كانت اتخينة قوي يعني فما بيينتش بصراحة الورقة اللي انا حطيتها تحتها. فقلت انا هكتهد انا بقى واكتب كده الكلمة بخط يا رب يطلع كده حل. بس هو بس حرف الو ما كانش معايا مزبوط شوي. هبدأ بقى ان انا اكتب كده كل الكلمة زي ما انتم شايفين. وهكتب برضو كلمة تحتها. بصوا ما استخدمناش يعتبر للخيوط كده الرفيعة الصغيرة دي. اللي كانت اصلا باقية معايا لما انا كنت باعمل وكده والمفارش. فكان ببقى كده شوية خيوط صغيرة. فهي دي اللي انا هبدأ استخدم. هكتب كده الكلمة معاكم وبعدين هبدأ ان انا لزقها بمسدس الشم. ونكمل برضو الفيديو كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى ده كده شكلها خلاص بعد ما كنت لزقتها كلها لزقت كل الحروف بمسدس الشم. وكمان عملت قلبي صغير كده برضو اديها شكل كويس. ممكن بقى تكتروا مسلا لو انتم حابين تحطوا برضو قلوب كتير او كده. كمان كان عندي شريط كده لونه بني اللي هو برضو من قماش الصوف او من خيط الصوف. هبدأ كده ان انا لفه برضو على الدايرة كلها بحيس برضو ان هو يديها شكل كويس. كده خلاص بعد ما كنت اللفيت كل الخيط البني اللي موجود معايا. كمان كان عندي كده شوية اشر من اللي هو بتاع المكسرات ده. فبدأت حبيت يعني ان انا استخدمه كده وحط فيه جزء كده اخضر يعني كأنه وردة كأنها فازت وردة كده وطالع منها الوردة الصغيرة دي. فهبدأ ان انا اعمل التلاتة اللي انتم شايفينها ده. انا كنت حطاهم بس كده. ما كنتش لسه لزقتهم. حبيت برضو ان انا وارلكوا يعني شكلهم وكده هيكون عامل ازاي. وبعدين هبدأ بقى ان انا سبتهم كده بمسدس الشم. وزي ما انتم شايفين كده احط عليهم الوردات الصغيرة اللي هي لونها اخضر دي. تكسر برضو اللون البرتقاني معايا شوي. اخر خطوة بقى هنعملها مع بعض. حبيت بقى ان انا ايه اضيف حاجة بسيطة كده بس. كان عندي كده اجزاء من اللي هو اللولي الصغير خالص مش الحجم الكبير. هو صغير خالص. حبيت كده بس ان انا حط على على الطارة بقى اللي احنا عملناها مع بعض دي. حاسيت ان هو برضو هيديها شكل كويس كده. وبرضو ايه هيبقى الالوان كلها كده ماشية مع بعض. هبدأ كده ان انا ايه ارسه كده على القطعة القماش اللي هي موجودة معايا في كل الفراغات اللي باينها دي. وهبدأ برضو ان انا لزقه بعد كده بمسدس الشام. طلع في الاخر بصراحة شكلها حلوة قوي. وفعلا اللولي الصغير ده اديها شكل جميل قوي. كمان الجزء اللي فوق ده حبيت ان انا احط فيه مثلا شوية برضو ايه ايه حاجات من الخيوط اللي هي البيضة اللي كانت موجودة معايا دي. تديها برضو شكل كويس كده وتمشي مع اللون الابيض برضو اللي احنا حطناه. كده يعتبر اول ديكور خالص معنا وطبعا زي ما انتم شايفين ما كلفناش اي حاجة خالص. غير بس شوية كده القطع اللي هي كانت باقي معايا من الخيط الصوف. ايه تاني بقى فكرة برضو معايا استخدمت بقى سطوانة كده على شكل دايرة برضو. ده هيبقى حجم بقى صغير شوية. وبعدين هبدأ ان انا لزق برضو علي قطعة الامات زي الفكرة كده الاولى اللي احنا عملناها. واي زيادة برضو بتبقى موجودة معايا بابدأ ان انا قصة. كده خلاص بعد ما لزقتها كلها كان عندي برضو لسه باقي معايا شوية من اللي هي الكطعة الصغيرة بتاعت الخيط اللي هو اللي لون اورنج. بدأت بقى ان انا اسبتها كده من فوق كنت عاوزة اعمل زي شكل بيت كده من فوق اللي هو بيكون سبعة كده من فوق. فيعني ايه حاولت ان انا اعملها وبعدين هبدأ ان انا اكتب كلمة هون بس. مقولت بقى ايه? الحجم اللي معايا بتاع الاستوانة بصراحة صغير. فمش هيقضي ان انا اكتب كلمتين. فحبت ان انا اكتب كلمة هون بس. هبدأ برضو ان انا ازبط كده الحروف. وبعدين هنكمل كده. وهلزقهم طبعا الاول بمسدس الشام. ونكمل كده برضو. ونشوف هنعمل ايه تاني في الفيديو مع بعض. بصوا بقى كده خلاص كان الشكل بعد ما لزقت كلمتهم. كمان زودت كده شوية ايه شرم اللي هو بتاع المكسرات برضو. حبيت ان هو يكون برضو موجود كده. علشان برضو تمشي مع القطعة التانية اللي احنا عملناها او الديكور التاني اللي احنا عملناه. وكمان استخدمت قطعة الخيط اللي هي الصغيرة دي. وهبدأ برضو ان انا لفها كده على كل الاطراف بتاعة الاستوانة اللي هي موجودة معي. بتديها شكل حلوي. يعني لما بنسيبها كده من غير جزء بره على الطرف بتاعها. بحس ان شكلها مش حلو ايه. دايما عشان كده كنت حبة ان انا ايه احط اجزاء كده حواليها من من ورد. ده كده خلاص بقى شكلها بعد ما كنت خلصتها خالص. هبدأ برضو ارسم قلبي كده الاول بمسدس الشم. وبعدين هستخدم كده خيط من اللي هو موجود معي. وهبدأ كده حط عليها برضو. يديها برضو شكل كويس. واخر حاجة بقى هبدأ ان انا احط كده اجزاء برضو من اللي هو الورد الاخضر ده. فكرتين سهلين كده وعملناهم مع بعض وانا كمان كنت عاملة واحدة تانية هوريها لكم دلوقتي. فكرتهم بصراحة بسيطة خالص وسهلة وطبعا زي ما انتم شايفين ما كلفتناش اي حاجة خالص. واستنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. فيديو كده التجديد بقى اللي هوريكو ازاي هنرتب الشقة عندي. وهستخدم كل الحاجات اللي انا عملتها دي. ما تنسوش بقى كمان تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكو. وما تنسوش بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. هنعمل تجديد كده حلو اوي في الريسبشن. استنوني ان شاء الله وهيعجبكم الفيديو.